يبدأ اليوم من أوله بالزبط يعني يتمرى النهاردة في الملعب الفرع في مدينة نصر يتحرك على المطار الفريق يوصل يعني أعتقد خلال ساعة بالكتير يكون وصلت ضوحة بإذن الله يدخلوا بفنده الإقامة الإقامة الأعاشة الكل يعرف القوات بتاعته بحيث يبقى اليوم بدأ من الصفح البلين خلاص كل حد عارف بيعمل ايه ويبدأ من بكرة يحضر للبطولة وهناك بالزبط وهو كمان فيه نقطة مهمة جدا ونقطة إيجابية جدا جدا إن شاء الله بإذن الله وجود الإسطورة معهم كابتن محمود الخطيب رئيس البيعسة آه رئيس البيعسة لهو لما بيطلع رئيس البيعسة بيفرق معهم بيفرق مع اللعيبة وبيفرق مع الجهاز بنسبة كبيرة جدا يعني أتبقى من حتى يعلى الشاشة آه طبعا بعض اللقطات الخاصة بيه صفر البيعسة بتبقى بقى لحظات تركب وانت على مشارف رحلة جديدة بتحدي جديد طبعا دوافع طبعا وهقولك حاجة كولر بيعرف يعمل دي والكابتن محمود الخطيب بيعرف يعمل دي بشكل كبير جدا 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 مفيش بطولة بيطلع معهم أموران هائية بيطلع معهم إلا لما بتلاقي اللعيبة الحقيقة عندهم دوافع كبيرة جدا ويلعبوا على المكسب وروحك التالية بتبقى عالية جدا طيب وجود ثلاث لعيبة من الشباب والناشئين محمد عبد الله مصطفى بولخير والمهاجم سامير محمد التلاتة أكيد كل واحد ليه مركز مختلف عن التاني لو هتختار واحد منهم مين الأقرب يعني هختار محمد عبد الله لأن التجارب اللي خادها الحقيقة أثبت وجوده وهو لعيب مهاري لعيب اللي حقيقة مهاري بشكل كويس قوي ويقدر ينتج مع الفرق كبير طيب تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للبعسة ده بيمثل إيه للجهاز وللعيبة لأفراد المنظومة يعني دايماً بتلاحظ إن فيه رسائل مهمة بتيجي من الكابتن في لحظات مهمة طبعاً طبعاً الكابتن محمود الخطيب فأسطورة يعني أنت لما بيسافر مع الفرقة هو بيحاول إن هو يديهم دافع ودوافع جديدة خالص وحتى هو يمكن مسافر في فترة اللي أبقى محتاجاه واللي أبقى محتاجة الفترة دي لأن لما بيجي نتكلم على الأربع منبرات الأخيرة لا مش هو ده نادي الأهلي أعتقد إن في قطر النادي الأهلي هيلعب المباراتين إن شاء الله بإذن الله بمستوى عالي جداً بمساندة الكابتن محمود الخطيب والحقيقة كولر حقيقة كمان اشتغل معهم الفترة اللي فتح لدي بالذات بتشعر إن الآلف المبطلات العالمية والبطلات الكبيرة اللي زي دي بيظهر فيها بدون ضغوط يعني بيؤدي فيها مباريات أفضل بالمقنب المستوى المحلي أو الأفريقي لأنه بيبقى خالي من أي ضغوط بيعايز يقدم أفضل مستوى طبعاً لأن هي إنتنا بتلعب بطولة قوية وبالبطولات القوية دي بيبقى عندك دوافع إن أنا عاوز أطلع أقصى حاجة عندي إن أنا عاوز أزبط وجودي إن أنا عاوز أكسب ألعب عشان أكسب وأكسب فرقة كبيرة فالحاجات دي كلها بتبقى دوافع للعيبة النادي الأهلي إنهم يلعبوا على المكسب مهمة جداً مهمة جداً جداً أجواء قطر بقى والمونديال هناك أه طبعاً إحنا شفنا أفضل أفضل ملاعب كاس عالم مثلاً في تاريخ الكرة من ساعة لها بدأت الحقيقة البطولة اللي تلعبت في قطر فبالتالي الأجواء موجودة هناك الملاعب موجودة هناك بشكل يعني بشكل عالمي الحقيقة وما تقلقش على أي ملعب هتلعب عليه فبالتالي كل الأجواء دي بتساعد هتساعد لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بزناله إنهم ينتجوا بشكل قوي جداً جداً في المباراتين المترجمات في القناة